بنتي حبيبة قلبي شو رأيك؟ انه هلا نحط الاعتذار على جنب شوي لانه اذا في حدا لازم يعتذر من التاني فهو انا لاني غلطت بي حقك كتير لا تحكي هيك بابا انا غلطت بي حقك بجوز انت زعلتيني هالمرة بس انا كيف بدي عوض سنيني اللي زعلتك فيه خلينا ننسى كل شي اسمعني انت فيك تطلب مني شو ما بدا؟ يعني شو بيخطر على بالك؟ انا ما بعرف شو ساوي لحتى اساعدك بابا قللي وانا جاهزة خيلتلي بابا هالكلمة بتكفيني اصلا الاب شو بتدوم لولاده؟ غير انهم يكبروا ويدرسوا ويكونوا ناجحين ويبنوا مستقبلهم وانا شفتك عامل كل هدول ما هيك بنتي الحمدلله اه اه بدي عرفي شغليه؟ بصراحة حابي بشوفك عروس وهيك برتاح وبأمن عليكي انك صرت عند رجالي حريكي بس للأسف يمكن يمكن ما لاح يشوف هديك اللحظة انا الحق علي تأخرت كتير لحد درجة تلعن تكون ويمكن ما رح شوفك عروس الله يوفقك لا تقول هالحكي مرداني ما تأخرنا ولا شي لكك معنا وبكرة بالطيب ايه؟ ومنعيش كلنا مع بعض ومنعوض اللي راح انا هلأ رح اعطي هدول الغراد لفتون وارجع لعندكم ابني انتو دايما عم بتعزبو حالكم مشاننا لا شو هالحكي خالي اذا نحنا ما وقفنا معكم بهذا الظرف مين بدو يوقف معكم لكا؟ صدقني واتشوفكن حوالي برتاح كتير ودايما بقولني يا لفتون على هيك رفقات بس انا ما بحب اعزبكن وعطلكن عن شغلكن ما بيهون علي ما في عذاب ولا شي خالي بعدين نحنا كمان مثل ولادك انا بصراحة في شغلة مو قادرة نفهمها شو هي؟ بدي اسألك عمو كمال شو قصته؟ يعني صار له سنين طويلة غايب عن فتون وعنتين وحتى انتي يعني ربيتيهم على انه ابوهم معدي يرجع انا زعلان كتير علتين تخيلي وضعه كلها سنين وهو متعود على غياب ابوه وهلأ رجع تعلق فيه وابوه صحته تعباني حتى فينا نقول اجا حتى يودعكن صح كلامي ما بعرف اذا هالشي رح يكون منيح انا مالي ما تطمن معك حق ابني هو يضيع حاله وضيعنا معه انا متلك اكلهم تيم اذا صر له الشي فرحان كتير برجعة ابوه وتعلق فيه بصراحة نحنا تعودنا على غيابه وفيك تقول انسينا وماني عارفاني شو اعمل بالاخر هيك حال الدنيا ومتل ما بيقولوا ما بتكمل مع حدا ونحنا مكتوب علينا انه نضل لحالنا دنيا دنيا سلامة قلبه ان شاء الله لا تعكدهم انت بس ليكي اذا بيلزمكن اي شي ما بتخبريني فورا عن جد انا بدي ازعل منك من قلبي ليكي بقي طمنينا طيب روحي ارتاحي اليوم فهمانك؟ طيب ماشي أعطينيها في واحد جنبي قل بده يحكي معيك شو ريك تحكي معه؟ اه مالك فاضي انت ترجعي بتحكي معه بعدين؟ ماشي هلا قبلو ايه هذا شوف؟ حبيبتي كيفك؟ اه فتون اذا لازمك شي خبريني انا جاهز طبعا طبعا امتى ما بدك؟ اه شو رأيك المساة؟ ليلي فيكي تطلعي؟ خلاص ماشي انا بانتظاري تمام بشوفك فتون سمعيني اول شي بتكون تفضولي كل البضاعة القديمة وتاخدوا الاتياب عن مستودع وتفرضوا البضاعة الجديدة مفهوم كلامي؟ عروة عيون عروة حكتني ريمة وقالتلي انه في عنده شغلات حب تورجينيها بس برات الشركة قللي شو القصة؟ في معاشي ممكن كتيري في ايدنا وما بده الموظفين يعرفوا عنه ابداً بصراحة ما حكتلي اكتر عن الموضوع ما بعرف عم بستنى ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم أنا ما عم قدر سامحها لي بطول أنا زعلته لبابا بالفترة الماضي أنت ما كنتي عارفاني أنه مريض بعدين أنت ما لك زنب الشي خلص رؤي ياريت كنت بعرف أنه هو مريض ياريت لو أمي خبرتني أنا قسيت عليه كثير عملته كأنه عدوي لا مو صحيح قلبك حنونه ما بيعرف الأسواء أبدا بس بهالفترة كل المشاكل إجت ورا بعضها وطبيعي أنك تعملي بهالطريقة أنا أهملت كل العالم أنت طيمة وأمي وإياد وبابا كمان أنا ماني عم صدق اللي عملته بنوم ما رح قدر سامح حالي أبدا يا عمري صدقيني أنت ما لك زنب اللي صار أبدا لا تسايريني بتول أنا غلطت بحقه وجرحته طيب شو إلك علاقة إذا هو مريض هذا قدره ما فينا نغير فيه شي بنوم يا راتب يرجع الزمن لورا يا راتني متت قبل ما أحكي مع أبي بهالطريقة أنا شلون لازم أتصرف معه لحتى خليه سعيد باتول فكري معي أنا مستعدة يساوي أي شي لحتى يكون بابا مرتاح شو لازم ساوي فتون أبوكي لسا عايش لهلا وأنت قاعدة وعم تحكي كأنه رح يموت طولي بالك وإذا أنت بتتمنى ترجعي بالزمن لورا فلازم تكوني واثقة أبوكي بيتمنى هذا الشي أكتر منك ما أنا عارفاني شو بدي يساوي له لحتى يسامحني بتو ضايعه عرفت شو ساوي مشانو شو بديك تساوي في شغلة ممكن كتير تفرحها لبابا بس بصراحة أنا خايفة أنه ما تزبط معي هالقصة ما بعرف إذا جاهز لأعمله ولا لا يلا خلصيني إحكي لا ما ضل وقت للحكي لازم روح أنت قولي لأمي أني رايحة مشوار صغير وراجع ماشي يلا عم اسمعك شو هالشي الخطير يلي جبتيني مشانو شو هدول هدول الشي اللي طلبتي مني مو بدك تخلصي منا وطبعا أول خطوة لنبعدة عن حياتنا هي أنه نحاول إنخليات بعد عن إياد بتجيبي لي كل شي صور عندك مش هنقلك الخطوة الثاني فتون أكيد فيه شغلات بتخليها تغير لازم نعرفها كلها حاضر مدام أنا اخترتك لهذا السبب ما خطر لك تسألي حالك ليش؟ قصدي ليش أنت بالذات اخترتك لتنفسي فتون أجار؟ فكرك لأنك موهوبة مثلا؟ ما بظن طيب عندك رفقات مثلا؟ لا ما عندي بس أليلي ليش اخترتيني؟ لأني وقت بتطلع بعيونك بعرف قديشك بتكرهي لفتون لهيك يمكن تقدري الدمرية فتون شو صاير معيك؟ ياد احكي فتون شو القصة؟ تقبلت تتزوجني؟ شو؟ قلتلك تتزوجني؟ شو بدك ولا لا؟ ليك؟ هالفكرة حلوة خلينا نتزوج ليك؟ انت معنك مجبور تجاوبني فوراً بس ما رح تطول لحتى تجاوبني ما هيك؟ جاوبني هلا قياد انت بتقبل تتزوجني؟ أنا بحبك وانت بتحبني مظبوط اللي عم قوله قياد كأصدقاء يعني فتون؟ ايه ممكن تروقي شوي؟ ليش؟ ماني رايقة بي رأيك؟ مجد ماني رايقة؟ اياد أنا رايقة كتير بس رح روق أكتر ما رح أتوتر ماشي؟ شو رأيك نطلع نحكي؟ ايه ايه يلا بالإذن مجد؟ تاعي تاعي شو عم يصير معاي؟ تمام شوي شوي؟ يسلموا ابني عزبتك هيك مليح يسلموا ايديكي طييم ابني انت روح تحمى مغير اتيابك يا روحي يلا ايه عزبناك معنا مو هي يسلموا ابني العفو خالي لا عزب ولا شي ايه اجيت كم مرة على تمريل الولاد وقعد اتفرج عليكم صرت رأبوا منه بعيد مو طبيعي قديش هن بيحترموك يعني بس يشوفوك بيوقفوا مثل الالف هي هي ضحكتك لساتها مثل ما هي ما تغيرت أبدا عن جد مرام ضحكة البني آدم مستحيل انها تتغير ليكي هاي امير الصغير كبير وصار كابتن قد الدنيا تسلم عمو كمال وانا كمان وقت كنت صغير اتعلمت كتير شغلات منك يا جماعة انا عندي شوية شغل لهيك لازم روحي اذا بدكم مني اي شي خبروني قبل ما امشي تسلم يا ابني كلك زوق يسلموا بدك شي يا عمو كمال يكتل خيرك ابني عزبناك معنا الله معك رح وصلك عزبا خليكي مرتاحة خالي بطلع لحالي الحمدلله على السلامة عمو بالإذن شكرا انا بصراحة ماني حابي بموت بالمشفى بس اسئلت لحالي مع الايام رح تسوق حالتي اكتر من هيك وجسمي ما بقى رح يقاوم وما بدي ولادي يشوفوني بهالحال بنوب كمال لا تقول هيك يلا امنا مرتاحة شوي فتون لوين راحت تأخرت ما هيك قالت انه عنده شغل مستعجل وطلعت بسرعة من المشفى بس بعتت لي رسالة انه ما رح تطول اي فتون تفضلي احكي قولي شو الموضوع اياد اسمعني بابا وضعه مو منيح ابدا بها الفترة يعني هو حابي بشوفني عروس قبل ما يموت ثمت لهيك بدي نتزواج خليه يكون زواج على الورق بس واذا بتحبه منطلق بعدين بس المهم هالفترة نتزواج ليك انا بعرف اني عم اطلب منك طلب كبير ومو معقول بس خلينا نتزواج موافق فتون معرف انما انا شغلة سهلة عليك ابدا بس لازم نستعجل بالقصة يعني اليوم المساء بدي منك جواب انا موافق ليك نحنا ما معنا وقت بنوب يعني والله انا انا خايفي بابا يصر له شي وانا فتون موافق اتزواجك شو؟ وافقت عن جد؟ نحنا رح نتزواج يعني؟ ايه طبعا ياك عن جد شكراً كتير لك انت ما بتعرف قديش هالشي رح يفرحني فتون يعني مو معقول انك ما فهمتي لهلأ اني بعمل اي شي لحتى تفرحي طيب ليك نحنا معنا بس شوية وقت هلأ ولازم نبلش ونحطر امورنا بسرعة ما لازم حدا يعرف انه الزواج بس على الورق لانه اذا حدا عرف بخاف يزلق بشي كلمة قدام ابي وقته هو رح يزعل مظبوط مظبوط؟ خلاص متل ما بدك بدي تكوني مبسوطة هذا هو المهم عندي ايه واصلا ما حدا رح يشك فينا لانه انا وانت بنحب بعض وكمان نحنا فتونه اياك يعني شي طبيعي انه نتزواج صح ولا شو قللي؟ معناها منحكي بالتفاصيل اليوم موافقة موافقة ايه كل اللي قلتهم من شوي مظبوط انتي عرضتي زواج على اياد؟ وشو فيه يعني؟ لاكي يمكن مخي وقفوا ما نفهماني عليك ابنوب شو عملتي فتون؟ انا عرضت على اياد الزواج فهمنا انك عرضتي الزواج على اياد بس هو شو قال؟ قللي موافق مو معقول فتون تساوي هيك ابدا يعني لما يصير عرسكم وقتا بس ممكن نصدق بالصيف ما؟ بس نحنا عرسنا مولا الصيف بعد كم يوم رح نتزواج شو؟ انا هلا رح قوم امشي قبل ما تسألوني اسئلة اكتر من هيك باي لك تعالي لهم فهمينا شو عميصير معك لا تروحي فتون شو جنات؟ فتون؟ ما فهمتشي ولا انا بابا منروح لعن دكتور تاني او فينا نروح على مستشفى تاني او على مشفى برا البلد الا ما يكون في شي علاج او you ا評قي بنتي المهم اني هلا مع بنتي حبيبتي وما بدي فكر باي الشي تاني ضليت سنين مضيع على حالي هاللحزات طيب رح ام ورشيك صور امي وانا صغيرة ما بتأخرا عليك هالبنت بتشبهك كتير قوية وسكية مثلك يا مرام ايوة طلع ليك ابي هاي وانا بمسابقة شعرية وقتها كنت كتير متؤترة كانت امي رافعتلي شعراتي لفوق وشادتهم وفوق ماني متؤترة صار راسي يوجعني كان عم يوجعني راسي كتير صرت ابكي ومعدة عرفت اسكت ابدا وانا عم ابكي ايجا دوري بالقاء مع هالشي وقفت وقريت الشعر وطلعت الاولى شو عم تعملوا؟ عم ورجي بابا صوري وانا صغيرة وانا كمان بدي ورجي صوري وين الصور طبعي انا وصغير ولابس بدلة؟ ما بعرف ابنيم كان بي غرفتك ما تقلق تايم ليك؟ هاي صورة لقلق هون لما امي اخدتنا عالبحر ليك لابسة ميو كنت مبسوطة كتير وما كنت بدي اشلحه بس بتعرف تايم شو عامل وقتها هو ضل نايم عالشط ولما فاق كان مثل الطابة الحمرة من الشمس طلت كل الليل عم يتوجع من الحروق وانا وماما عم ندهن له لبا ما عرفتي تحكي رغير هالقصة هاي صور عيد ميلادي امي صحي قدي كان عمري؟ هون يمكن عمريك 13 بهالصورة صرت انفخ عشموع ما ينطفو وخفت انه ما تتحقق امنيتي بهداك اليوم نزل ضغطي قد ما كنت عم انفخ وصاروا الكل يتضحكوا عليه يا الله منك ووقت شو تمنيتي بمتهي؟ بصراحة وقت كنت صغيرة بتذكر كنت تغنيلي غنية وحبة كتير وقتها انا تمنيت امني انو ارجع اسمعها منك اشتركوا في القناة 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 هذه Seek TO we'll see you طيب يا هل ترى رانيم بتعارف بها القصة؟ لا يعني بما انو مصار هزة ارضيه لهلا معناته لا انا برقيه الاحسن انو هن يتزوجهington وبعدين بخبروه للخانم استيبص ان هن هيک عم يظلموها والله ما بعرف إذا حدا بيطلع بإيده يظلمه يعني بالنسبة للظلم ما في أشطر منه لرنين بها القصة وأبوها لفتون كيف صار؟ مريض كتير للمسكين ممنح أبداً إيه؟ للأسف مرضه خطير وما له علاج يعني بصراحة المرض بمرحلة متقدمة وهلأ ما عاد يقدر يساوي شيء صحيري ما؟ أنت كمان لا تحكي شيء بخصوص إياده فتون لأنه رنين ما لازم تعرف أبداً مثل ما بتعرفي علاقتها مع فتون مو كتير منيحة والبنت مو نقصة مشاكل بنوب هالعرس لازم يمر على خير ماشي؟ خلص تطمن ما رح أحكي رز بالعداس؟ قالوا لي أنت طبختي اليوم بس ما كنت متوقع تطبخي هيك طبخة طلعت يست بيط شاطرة صحتين وهنا من زمان كتير ما طبخنا هالطبخة هون فهمت عليك هي كانت مرتك المرحومة تعملها أكيد ما رح تطلع متل ما هي كانت تساوية بس بتمنى تعجبكم يسلم إيديكي بنتي صحي أنا رح شوف الحلو أحياتي عادي هنم بيشوفو لا يا روحي عم أعمل سوس وما حدا رح يعرف يساوي غيري هلأ بس الدقو رح تعرفوا ليش عم قول هيك هالله يديم الوفاة ايه هالله يسلمك شو بدك ريما ألو رانيم خانوم في خبر مهم أنا لازم خبرك يا فورا هلأ أنا وإنتي رح نبلش في سنة جديدة ورح نكون متزوجين ما رح تخبر أهلك إنه رح نتزوجي عني؟ بعدين بس لايكون كل شي جاهز فسطانك جاهز وطأمي جاهز يعني شو ضل عنا؟ برأيي أبوكي رح يشوفني عرسا رح يشوفني عروس؟ وسقفيني بس لايك من هون لنجهز كل شي أنا وإنتي قدام بابا مجرد رفقات مو أكتر وما منحكي بالموضوع قدامه طيب أمي على التليفون معقول تكون عرفت بالقصة؟ لا هي من وين بدأت تكون عرفت يعني؟ مو لازم تعرف هلأ أنت قيمت رح تتعلمي توسقي فيني؟ نحنا رح نتزوج بعد كم يوم انتهى لا بقى تفكري بأي شيء قاله نعم أمي إياد أنا عم أحكي معك لأفهم منك شو قصة هالزواج المفاجئ والله مو فاضي هلأ أنا بشوفك بكرة إياد هلأ بدك تجي لعندي بس أنا قلتلك ماني فاضي فيك تستني لبكرة؟ ماشي الحال بكرة من الصبح بكير بشوفكم نحكي طيب بشوفك سيارتك جاهزة يا خانم إياد قللي نحنا رح يصير معنا شي مشكلة؟ لا ما رح يصير ولا مشكلة فلا تقلقي بترجعك إياد الله يوفقك أنا حتى مجد ما كنت حاب بخبره بالقصة لأنه فورا بيقل لاريما كل شيء وأنا ما بدي حدا بنوب يعرف بهذا الموضوع هو هيك المفروض لكي ما حدا رح يعرف بها القصة تطمني أنتي ورح أتضل بيناتنا إياد أنا عن جد بتشكرك على وقفتك ماي هالقصة كتير غريبة مجد أنا وقصة؟ زواج فتون وإياد بها السرعة يعني من كم يوم كانوا مثل القط والفار وهلأ فجأة قرروا يتزوجوا فيه شي غريب بهالقصة معقول أنت بتعرف شيء وما بدك تخبرني عنه مجد حياتي أنا ليش لعد تخبي عنك مثلا؟ يعني أنا مو عرفان سبب هالزواج السريع بس هو لازم يصير بالآخر بعدين حبيبتي نحنا ما دخلنا فيهم يمكن هن نملوا من الإخناء والمشاكل وفجأة قرروا يتزوجوا أه أه يمكن أنا رح فوت على الحمام شو مين دقلك حبيبي؟ لا ما حداش واحد غلطان يعني ما في شي مهم بله صباح الخير يا حلوي صباح النور يا صباح النور كيف صرت بابا حبيبي؟ الحمد لله نيح أنا كنت عم فكر أني روح اليوم المساء لهيك فينا نحكي شوي بنتي لوين بدك تروح بابا؟ فوتون مندي أنا ما بدي تشوفوني بحالي أسوأ من هاي آلو نعم ليكي إليك عندي مفاجأة قل لي شو هالمفاجأة؟ إذا قلتلك ما رح تكون مفاجأة ليكي رح أبعتلك العنوان برسالي تعالي فورا متل ما بدك عفواً شو صار معاك؟ أنا حالياً ما بدي فرش لأني بصراحة حابة بجيب الفرش على زوجي ألف مبروك بتشكرك شكراً عن إسناك شوفك مع السلامة بابا لو سمحت أنت ما فيك تتركنا وتروح بعدين أنا هلأ عم حضر لكم إليك والأمي مفاجأة مفاجأة؟ شو هالمفاجأة فوتون؟ أمي بتعرفي بعدين لو سمحتي بترجعك رح تفهم كل شي لما تعرف شو هي المفاجأة أنا هلأ مضطرة أني يروح ماشي بابا الله يخليك لا تروح فوتون بنتي بس دقيقة فوتون لوين رايحة؟ هي كل يوم بتكون هيك مرام من وين طلعتي بهالمفاجأة هلأ؟ ليكي أنا ما بدي موت إدام عيون ولادي فهمتي علي؟ فوتون لأول مرة بتطلب منك شي حتى لو صحتك ممني حالا تتركها هلأ ماشي؟ هالمرة ما رح أقدر إشرح له فهمتني؟ ايه؟ قل لي شو رأيك؟ حبيت بيتنا الجديد؟ قالوا نعم أمي طيب اليوم رح أجي لا أمي خلص أنا جاي اليوم متل ما بدك يعني عن جد بعد كم يوم رح يتزوجوا؟ هذا اللي قالوا أنا بصراحة نهلأ مصدومة مو معقول بعد كم يوم يتزوجوا لك كمان حفلة توديع العزوبية بدي تحضيره ما معنى وقت شو هادية؟ يعني قصدي سهرة شباب ما فيها شي عادية يعني وأنا خراس إذا لتنين متفقين وبيحبوا بعضهم ووضعهم المادي بيسمح برأيي ما في داعي يستنوا أكتر من هيك طيب انت وباتون مو متفقين كمان؟ يعني ممكن تفاجؤونا بهيك قصة مثلا؟ بلا متفقين وكمان منشبه بعض كتير بس ولا مرة حكينا أنا وهي بالموضوع وما بعرف شو ممكن تكون ردك فعلا لبتول مع أني بعرف أنه بتحبني أمير اختبرة بشغله هلقوا قدامنا قصدي عاملة وكأنه هي مرتك طلوب منها شو ما بدك؟ اي صح عفواً إذا سمحتي شو بدك هلق؟ عفواً شو بتقمرني؟ هذا البيض كأنه مستوي زيادة عن اللزوم؟ ايه؟ بس أنا قلتلك بدياهم نص استوى وهذا الخبز كمان كأنه مزابط طلبتهم محمصين حضرتك يعني أنت طلبتهم محمصين طلبتهم محمصين بس ما طلبتهم محروقين يلا خدي الطلب وغيريه تكرم عينك استاذ أمير حاضر شلون عجبتك؟ اياد نحنا شو اللي جابنا لهون وبيت مين هاد؟ قللي بيتنا نحنا كيف يعني؟ لكي بصراحة ملت من بيتي القديم وأصلاً هو بيت عزابي بعدين حتى لو كان زواجنا تمثيلية يمكن أبوك يفكر يجي يزورك ويشوف بيتك وقته بيجي لهون فهمت عليك معك حق بس ما بظن كان في داعي لهالشي بالنهاية نحنا ما منعرف قديش رح يكون معنا وقت يعني قديش بابا رح يضل عايش فتون لا تكوني متشأمة ليكي في ناس أمراضهم كانت خطيرة كتير ولأنه إرادتهم قوية طابوا بهيك أمراض الحالة النفسية بتكون أحسن علاج يلا تعالي وارجيكي بيتنا تعالي أيوة هون انت بتعملي لأبوك الأكل يلي بيحبه ها بالمناسبة كل يوم المساعة الساعة 8 بدي يكون العشا جاهز ها شو بلشنا أستاذ؟ يعني بدك أجي من شغلي فورا وأعمل لك العشا ها انت شكلك قابض الموضوع جد ما؟ ليش هيك؟ ما في غير غرفة نوم وحتبك للبيت؟ يعني هو أنا دورت كتير بس ما لقيت أحسن منه ها لكن أنا بتمنى تكون الكنباية اللي برا مريحة لحتى تنام عليها لأنه انت أكيد ما رح تنام جنبي نيحة المفتاح صار معي تمام؟ هيك ما في مشكلة بنوب قلتلي رح تجي وما أجيت وين حضرتك؟ ناطرتك يلا تعا يلا ماما شفاي وجاية أكيد رح تساوي لنا مشكلة لا تقلقي فتون ما رح يصير أي شيء طمني، لا تخافي من شيء طول ما أنا معك فمتي خلينا نروح اللبا بلا ما ندخر أكتر مم مرحبا فتون كيفك؟ أهلين مجد مرحبا عمو كمال منيح؟ ايه الحمد الله منيح طلعنا من المشفع وعم يقول أنه ما عم يتوجع ابنه معها قلبة شرفتون شكراً إليك أنا تأخرت كتير، لازم فوت ماشي طيب بشوفك بعد شوف شو شريك؟ مو رايح على المكتب؟ مو رايح لأنه هلأ بدي يشوف أمي لأنه في مين مخبرها أنه رح نتزوج يعني هلأ أنا رايح لأدخان أمها ليك على الأغلب هاي إختي بتولي اللي حاكي بالموضوع بتعرفها، لسانة طويلة وما بتنبل فولة بيتمها خلاص مو مشكلة اللي صار صار حياتي لازم أطلع طيب حياتي بشوفك بشوفك آه ألف مبروك إياد بتمنى لكم السعادة إنتا وفتون شكراً ريما مونيكا خانهم إجيت؟ ايه إجيت مونيكا اوه مفكرة حالة شغلة مهمة كتير هالفتون وأكل بحالة كم أنا واسقة أنا عم تدي علي كان جاي على بالي إلا إن شاء الله كل شي بتدعي علي يرجع عليكي بس ما قدرت ما قدرت مطبيعي شوف ترمي يلا تفضل قول إياد يعني برأيك شو بدي ولمي إياد تعرف شو بدك تقلي فتونه إنت إيه وشو يعني إياد أنا أمك معي بأعرف بزواجك مريمة ما أنك ملاحظ أنه هي إهانة كبيرة لألي هذا الزواج ما رح يصير عم تفهم فهمت بس ليكي الحقيقة هو عرض الزواج شيء والزواج شيء تاني يعني أنت ست زكية وبتعرفي الفرق بين الاثنين أمي ما فهمت شو عم تقول خلص مو مهم المهم أنه لا تمفعلي استني كم يوم بس كرمالي ماشي كيف في شيء تاني ما بعرفه كمان أنا بدي منك جواب هلأ أنت رح تتزوج هي البنت تخنقته مع بعض ما هيك؟ قل لي شو حكيته؟ لتغي كل شيء؟ يلا قل لي إياد شو حكيته؟ حذري ما وافقت صح؟ إياد شو بدنا نعمل هلأ؟ برجع عبعد لك أنت أم ترح تصير يدوسة قيفيني؟ كيف يعني؟ فيك تقولي إنه مش الحال قالت لك إيه؟ مو هيك قالت هي ولا قالت لك بس فيك تقولي ما فهمت الشيء وكسبت شوية وقت حاولت ما خليها تفهم شو رأيك تجي لعندي المساء؟ ومنحكي بكل التفاصيل اللي رح نساوية موافقة فتون؟ طيب لكان المساء بشوفك تمام شوفيك مونيكا خانو يلي سمعتوا من العالم ما كان غلط رح تتزواجي لكان مزبوط أكيد أنا مرح أسألك مين بيكون العريس بس نحنا هلأ لازم نصمم لك فسطان بطير العقل لعرسك مع الأسف أنا ما معي وقت بنوبلة صمم لهيك أنا رح نقي شي جاهز بس أنت مصممة معهوبة وقالك اسمك بالسوق كمان مو معقول تلبسي فسطان جاهز ليش مستعجلك لها القد فتون؟ لأنه عم مرة بظروف صعبة طيب ماشي وما رح أسألك شو هي بس لاكي إصدار المجموعة الخريفية والشتوية للسنة الجديدة قرب كتير والمهلة اللي عطيتك ياها رح تخلص ولو شو ما صار معك ما لازم تتأخري بالتسليم هالشي ممنيح إلك مفهوم أنا ما بدي يلهيك الزواج عن شغلك ما رح يلهيني أنت لا تقلقي أبداً ووسقي فيني أكيد بكرة المجموعة رح تكون عندك منيح وفكرت بي شي اسم للمجموعة الجديدة؟ هو في بالي اسم ممتاز أكيد حبيبي ولا يهمك تفضل أهلين وسهلين بابا أهلين فيك يا بنتي إجيت تطمن علي ما هيك؟ شو هالحكي هذا بابا؟ بابا بعرف أنك إجيت كرمالي وأنه كل الوقت عينك علي أنت ما نكواثق فيني مو هيك بابا؟ لك بنتي شو عم تقولي أنت أنا إلي سنين بيجي على هالمكان وإذا بنتي صارت تشتغل بهالكافة ببطل إجي لهون مثلا أنا إجيت لشوف مروان وأحكي معه شوي وإنتي خلص أنسي إني هون وكم ليشيغلك؟ معشي طم مني كيف وضع لابا تقول شوف لا تعكل همم نوب هي عم تشتغل وعم تدرس عم تشتغل نص دوام ما قلت اللي قديش عم تعطوها يعني شي ثلاث ألاف أليلي كتير بها المبلغ ما رح تقدر تدبر أمورها لحالها لازم لاقي طريقة ساعدة فيها بدون ما تحس سمعني منيح إذا بتقول سمعتها الحكي رح تزعل منها كتير سدقني هي مبسوطة كتير بدي موي إذا بتريدي بس شوي اي مو مشكلة هي اللي قاله إياد مظبوط اي رانيم خانو معناته مظبوط كيف بتعرض الزواج على ابني معقولة انتي؟ رانيم خانو سرقتي اللي سمعتي مني وهلأ انتي ناوية تسرق ابني كمان أنا مو هيك وانتي بتعرفي منيح انتي وإياد مو لبعض أنا بحبه وهو بيحبني لهيك طبيعي نتزواج شو كان بدك مثلا؟ اطلب إيده منك؟ هيك لكان فتون دينجر انتي ما فيك تحمي هالاسم إذا أنا ما سمحت للك وإذا أنا ما وفقت على هذا الزواج ما رح يصير أبدا وإذا صار مستحيل خليك ترتاحي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة